الميزان الموسيقي اهلا بيكم النهاردة بعد ما اخدنا المفاتيح الموسيقية اللي احنا هنتكلم عليها عشان نعرف النوة عالمدرجات ايه نحفظ نقلاص اسامي النوة على المدرجين على الصول وعلى الفا هناخد دلوقتي حاجة تانية احنا بنشوفها دايما في اول مزورة الموسيقى رقمين فوق بعض اربعة على اربعة تلاتة على تمانية ستة على تمانية ايه ده ايه الارقام دي وبشوف كمان خطوط موجودة على المدرج الموسيقي رأسية طب ايه الخطوط دي كتبوها ازاي وحطوها ليه ايه الخطوط دي فايداتها ايه علشان نقدر نكتب الموسيقى انت متخيل ان الراجل بتاع الاركسترا اللي بيقرأ صفحة كاملة فوق بعضيها هيقرأ كل النوة دي تخيل المتخيل دي النوة دي متسابعة على بعضيها كده ما فيهاش خطوط رأسية فهو مش هيعرف هو فين بالزبط لو كان الخط كله سابع على بعضه طب تخيل بقى كمان مش خط واحد ده الراجل ده بيقرأ صفحة كاملة عليها عشر خطوط فالعشر اسطر اسف كله سطر خمس خطوط فانت بقى متخيل هو فين دلوقتي الراجل ده لو فاتت منه نوتا في الاركسترا هيرجع لها تاني ازاي هيفهم هو ازاي طيب حاجة تانية كمان المايسترو بيحدد كل او بمعنى ادق المؤلف حدد كل الالة تدخل امتى المايسترو قدامه كل الالات مكتوبة عشان هو اللي بيقودهم هو بيقول ده يدخل امتى وده يدخل امتى بيساعدهم على انهم يوصلوا بالزبط للايقاع المضبوط في المقطوعة والتعبير عنها فحيعرف منين ان المزورة ديت هيدخل فيها الكمانجا والمزورة دي هيدخل فيها التشيلو ازاي فلازم يعني ماينفعش كل حاجة تتساب على بعضيها كده لو تسابت على بعضيها ما حدش عارف يعمل حاجة فقسموا الخط الموسيقي ده لسنة دي كل صندوق بيسموه مزورة او ماجر المزورة دي بالزبط قد المزورة اللي بعدها بالزبط قد المزورة اللي بعدها بالزبط قد المزورة اللي بعدها لا مش كده كمان ده في حالات انك انت ساعات هتبدأ بنوطة قبل المزورة عشان العد يبقى مظبوط يعني فالنوطة اللي انت هتبدأها دي هتبقى جزء من المزورة لازم في نهاية اللحن تكمل تلت تربع بقيت المزورة اللي انت بدأت بيها في ربع واحد بس فتحط تلت تربع في اخر مزورة عندك فتبقى المقطوعة كلها موزونة الموضوع كلها موزونة وعدد البوكسات دوت كل بوكس قد تاني في عدد نوة قد تاني بالطريقة ديت قدروا يحكموا ان دلوقتي بقى عندنا في وسط اللحن اماكن بالزبط قدرات تخل فيها واقدرات لعملها مش كده بس ده في التعبير الموسيقي كمان الموازير دي بتفرق ليه؟ كل مزورة زي الاحساس البشري بتاعها بيدي اول بيت في المزورة بيبقى قوي اول بيت غالبا بيبقى في المزورة قوي فانت تيجي لو سمعت رتم الفالس مثلا هو رتم سلاسي فانت هتحسي دايما باول مزورة ده الاقاع الرتم الرباعي كذلك دايما انت عارف اول المزورة فين اول بيت قوي تاني بيت ضعيف تالت بيت نص نص رابع بيت ضعيف فانت بتبقى عارف اول مزورة في التعبير الموسيقي بيفرق بدل ما هيبقى واحد بتكلم بتون واحد انا كنت هناك وروحت جيت وجيت ومعنيش وقابلتكم وبعد هنا ما قابلتكم لا بقى فيه انا قابلتكم وروحت هناك وجيت هنا بقى فيه موسيقى في الكلام هو ده بالزبط من فوائد المزورة غير التقسيم بتاع اللحن اللي انا هشوفه دوت ان انا احدد اول البيت فين واقوى نوتا فين عشان ابقى فيه تعبير يبقى مش كل حاجة ماشية بنفس القوة بتاعتي فانت بتحدد الاماكن بتاع تعبير دي اه كمان حاجة تانية لما باجي اكتب على النوتا حبدأ منين لو فيه حتة في المقطوعة آآ قوية جدا زي بيتهوفن السيمفونية الخامسة بتاعته فين الحتة الضعيفة دي هتبدأ وفين الحتة القوية دي فيه تعبيرات بتتكتب على المدرج الموسيقى تعرف من اي مزورة هتبدأ الحتة القوية العالية الجميلة اللي انت شايفها دي والحتة الحنينة او الهادية اللي بتبدأ التعبير الموسيقي نفسه اللي قصده المؤلف ما هيعرفوا يكتبوه ازاي من غير ما تحدد امتى بالزبط انت عاوز التعبير ده يحصل والكلام ده كله هيمشي بقى على كل اللحن فانت تعرف تكتب موسيقى طب انت كلمتنا على الموزير طب خلاص احنا هنرسم بقى البوكسات ده يتو خلاص ونشتغل ايه بس ايه اللي في البوكس دي انت عارف كام عد في البوكس ده ايه ده هو العد بيختلف اه تخيل الارقام بقى اللي بتتكتب بعد المفتاح بتاعك سواء مفتاح صول او مفتاح فا بتحدد لك الزمن اللي احنا هنمشي عليه في العد دوت طب العد ده معناه ايه قبل ما نعرف العد ده معناه ايه لازم نعرف الاول حاجة مهمة جدا في تقسيم النوة الموسيقية تعالوا نقسم النوة الموسيقية ونعرف باشكالها وانواحها العد بتاعنا ده هيكون ازاي وبعد كده نعمله على المزورة قدامنا خطوط المدرج الموسيقى اللطيف اللي احنا فاهمينه ده دلوقتي وهنبدأ نعمل عليه تقسيمة النوة عشان نعرف الموازير دي الارقام بتتكتب قدامها ازاي انا هستعمل مفتاح صول دلوقتي لان اغلب الناس اللي بتتبعنا بتوع جيتار فمبدئيا انا هعمل التمرين ده لان مش مهم في انت بتكتبه على اني مفتاح فانا هرسم مفتاح الصول بتاعي مفتاح الصول بتاعي هيبدأ ازاي هيبدأ بنقطة عند الصول بالنقطة ديت اروح راسم دايرة حواليه عمزة الحلزون كده توصل للخط دوت والخط اللي تحتيه يعني هي في النص والحلزون هيوصل لحد تحت ده طيب بعد ما يوصل هنا كأن رسمت دايرة كاملة روح طالع بعصاية هتوصل لاخر مدرج وانزل واقفل كده تاني انا همسح دوت نقطة في النص حلزون اطلع فوق وانزل عدي على النقطة واعمل حاجة كده تحت عشان تبينني بس الخط بتاعي باين منين يعني فده بقى عندي مفتاح الصول خلاص اعمله اخر مرة نقطة حلزون طالع الاول خط والخط اللي تحتيه واروح طالع فوق نازل على النقطة اللي انا عملتها والحتة اللي تحت دي اعملها غليزة شوية ده مفتاح الصول بتاعي طيب مفتاح الصول بتاعي رسمته جميل قوي اه شكل باعجر بس حلو هعمله فين بقى هلعمله في نص هنا هو في نص المزورة لا طبعا مش هعمله لازم يبقى في الاول ان بعد كده هكتب بقى النوات بتاعتي فانا مش محتاج اي مفتاح صول يتكتب عندي في النص هنا هي بيبقى في الاول دايما طب انا هكتبه على كل سطر والله انت حر عايز تكتبه على كل سطر انت حر عايز الناس الناس فهم انك بتكتب مفتاح صول واحد خلاص مش مش شرط تكتب بقى بقيت الخطوط تبقى كده فاللي بيقرأ النواتة يقرأ هو فهم هو بيقرأ ايه خلاص ان عارف انك انت بتكتب مفتاح صول فمش شرط تكتبه في كل سطر بس لو كتبته مش غلط مش هيبقى محدش غلطة جاء طيب خلاص احنا هنرسم دلوقتي اول نواتة زي ما خدناها اللي هي بيضة بيضة فضية او دايرة فضية لو انا هرسمها بين مسافتين بتاخد المسافة بين الخط الفوقيها والخط اللي تحتيها طب لو انا هرسمها عن الخط لو انا هرسمها على الخط هتاخد نص المسافة اللي فوقيها ونص المسافة اللي تحتيها لازم يبقى فيه فاضي فوق وتحت خلاص كده ساعات الناس بتكتبها ميلة شوية عشان تبقى ايه يعني موضحة فيتكتب اما كده او تتكتب كانها كده خلاص خلي بالك ديت بقى ما فيهاش عصيان فوق وتحت بشبكة خالص فانا هكتبها هنا حلوة كده وكبيرة دي بيسموها في في العرف الامريكاني whole note whole note خلاص كده بالانجليزي لان الناس بتتابع معنا كورس الار جي تي البريطاني بيسموها semi خلاص كده لازم ايه يعني لو انت مش لازم ولا حاجة ان لو انت عاوس تبقى شاطر يعني تقرأ كتب من هنا ومن هنا دول اكتر ناس اتقدمت في الموسيقى حاليا في التدوين يعني فانت الاسهال لك انك تعرف الاتنين فانت تعرف بس هول نوت دي تهميني جدا لان ديت هول نوت يعني نوتة كاملة اعتبروا ان العد باربعة يعني دي عدتها اربعة لما الدايرة الفاضية دي لما عد عليها اقف اربع مرات الصوت يبقى عديت اربع عدات وانا ماشي وانا دلاتة اربعة اربعة مرات بالزبط النوتة كاملة مقفش في النص هو نفس واحد لو حطيت ايدك على مفتاح الارجة هيبقى النوتة واحدة بس بتفضل دايس عليها تعدي اربع عدات لو مفتاح الجيتار بتفضل ماسك ايدك على الفريت اربع عدات متوصلة لغاية ما الجيتار نفس وتقطع اربع عدات فدي بسمها هو النوت او النوتة الكاملة فدي واحد خلاص كده نص النوتة ديت هي عبارة عن البيضة بتاعتنا ديت بس فيها عصايا العصايا دي حاول ما تعملهاش كبيرة يعني العصايا دي تحاول تعمل عد بتاعها مسلا من 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 تلت خطوط مسلا او تلت خطوط ونص تلت خطوط ونص فدائما لما تلاقيها في تاني تاني كده هتروح منزلها يدوبك تحت الخط شوية ما تعملها ريش طويلة قوي فتعاكس بقى النوة اللي تحتها وكده دي بيسموها باللغة الانجليزية ماشي يبقى دي اسمنا الواحد نص صح كده يبقى دي في اتنين من دول في النوتة الكاملة خلاص طيب لو انا عايز اقسم النوتة الكاملة دي اربعة يعني نص الاتنين النص الاتنين دي هتجي لي واحدة اسمها بالانجليزية بيسموها فاحنا كده اسمنا الهول نوت اربعة النوتة الكاملة اربعة كورتر يعني ربع هاف يعني نص هول يعني كامل فالكاملة فيها نصين واربعة تربعة صح كده البرتقانة فيها نصين وفيها اربعة تربعة لو انا هقسمها اربعة تربعة فدي بقت عندي الرقم اربعة ماشي كده طب لو انا عايز اقسم كمان الربع نصين يبقى تم واخبالك ده بيسموه حاجة اللي هي بتبقى شرطة بس فيها شابكة حتى لما بيبقى فيه واحدة تانية جنبها كده بيش بيكون الاتنين ببعض فيبقوا كده فدي بيسموها ايتس او التامنة تم يعني نعريش خطي وحش او بيسموها هنا كويفا يبقى المصطلحات اللي انا هكتبها هنا بالانجليزي ودي امريكان لانك انت هتلاقي الكتب بتاعت الانجليزي مكتوبة باللكنة الانجليزي والنوات الامريكاني مكتوبة بالطريقة الامريكية فدي تمانية ليه? لان الوحدة فيها نصين النصين فيهم كل واحد منهم اتنين اربع انما الربع الواحد ما تقسمه اتنين يبقى تمانية يبقى واحد اتنين اربعة تمانية طب انا هستفيد بالكلام ده ازاي في موضوع النوات الموسيقية والموازير خليك فاكر معايا الشكل اللي احنا شايفينه دوت رجعنا تاني للمدرج الموسيقي وحرسم مفتاح الصول بتاعي ادي النقطة هلزون جو اوب وانزل تحت مفتاح الصول الجميل بتاعي دوت لما انا اكتب الموازير بتاعتي اعمل الموازير بتاعتي الخطوط الرقصية بتاعتي اهي ادي الموازير بتاعتي هعمل اربع موازير في السطر الواحد الخط ده شكله معبول كده هعدله لازم كتاب تكتب حلو فانت تعمل الخط يبقى من اول خط الاخر خط ما تزودوش بقى وتنقصه شكل واحد شوف وبعدين ايه بقى الخط اللي في النص لازم يقف نص السطر بالزبط لان اربع تربع لازم يكونوا قد بعض بالزبط صح كده مش احنا قلنا البوكسات كلها قد بعضية فاعمل الخط اللي في النص بينهم في نص الصفحة بالزبط واقسم كل واحدة منهم اتنين بقى بالعين كده هتبقى شكلها حلو يعني لو لو بالعين مش هتيجي معاك اعملها بمسطرة طيب حلو كده اللي في البوكسات ديت بقى هيتحدد عن طريق الارقام اللي احنا كتبنا فيها دوت هنكتب اول مقام هناخده في الدنيا او اول موزير عد في الدنيا واشهرها اربعة من اربعة الرقم اللي فوق دوت البسط اللي فوق دوت ده بيبقى عدد الوحدات العدد اللي تحت دوت النوع طب النوع ده يجي منين احنا عرفنا العدد اربع عدات خمس عدات زي ما يبقى ما العدد ده ممكن يبقى يتغير زي ما انت عايز النوع ده بقى فاكر الجدوى اللي احنا شايفينه واحد اتنين اربعة تمانية لو كتبته في المقام هيبقى المزورة الوحدة فيها العدد دوت من الارقام طب اربعة من اربعة يعني اربعة من طيب اربعة لو كورت النوت اربعة يعني المزورة الوحدة فيها اربعة اربعة صحي كده خلاص كده طيب ينفع المزورة ديت تبقى فيها اه اتنين اه تبقى فيها اتنين بس اتنين من ابو اتنين صحي كده وحاول دايما انا ما تكتب تكتب العدد بالتساوي يعني لو دي هتاخد اتنين فانت تعملها على مسافتين وبعدين بعد كده واحدة تاخد مسافتين واخد بالك فيها بقت شكل التنصيق متناسق شوف المزورة الاولينية والمزورة التانية كل واحدة منهم بين تقريبا نفس الوزن بتديك احاق كمان انت هتعزف فين يعني فما تروحش رسم لي التانية هنا لأ طبعا مش هتنفع تعمل التانية بعد النص لان النص هنا والنص هنا صح كده طيب طب ينفع ديت تبقى اتنين واحد واحد اه تنفع اجي واحدة هتاخد اتنين كاملين والنص التانية هعمله وفي اخر ربع طب انا لما ارسمها في اخر ربع في اول ربع والكلام ده كله هيعمل ايه ده هيسهل ليه العازف يعرف ان هو مش هيدخل اول مزورة هيستنى عدتين وبعدين يدخل في التالتة والربعة صح كده فشوف العد ده كله لو عديت اتنين واتنين اربعة اتنين واحد واحد اربعة 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 عدات من العدة واحد يبقى اربعة طب ينفع تبقى اه واحدة بس كده موجودة بسpier لانا لسمتها غلط لسمتها في النص ابن في اول المزورة اللي انها هتعد ده اربعة من اول وعدة بس كده خلاص قد النوع اربعة من اربعة. طيب لو انا عملت مفتاح تاني. اخد الخط التالت هنا اعمل عليه مفتاح مفتاح ماشي كده. المبعجر برضو. وهعمل عد اسمه. انا عايز تلات عدات. من العد نمرة تمانية. ياه. اه هو انا عايز اعمل اللحن ده كده. تلات عدات من المسافة تم. طب ايه هو بقى دوت هروح راسم البوكسات بتاعتي. النص بتاعي بالزبط هنا. وبعدين اعمل خط في النص النص يعني الربع. وخط في نص النص التاني يبقى الربع. والخط اللي هيقفل لي في الاخر النهاية. طيب. عملنا الخطوط بتاعة الموزير دلوقتي. تلاتة من تمانية. تلاتة يعني كل مزورة فيها تلات عدات. صح كده? طب تلات عدات من النوع ايه? تمانية. فاكر التمانية اللي احنا شفناه في الجدول بتاعنا هتلاقي الكويفر. طيب. يبقى تلات عدات من الكويفر. نعمل ايه? تلات عدات دول. ممكن يبقوا. ادي واحد. اتنين. تلاتة. طيب ينفع يبقى كروتشت او كوتونوت وعدة منهم. اه ينفع يبقى كده لان دي هتاخد اتنين. العصايا امه خط. هتاخد عدتين من دول. وفي واحدة تالتة كده هتبقى. عشان يجيب لي تلاتة. تلاتة بالزبط في المزورة. طيب ينفع تكون منم او الحاف نوت دي اتنين. اتنين يعني عدتين يعني اربعة تتمان. اربعة تتمان احنا محتاجين تلات تتمان بس. واخد بالك. فمش هتنفع دي خالص. فالمينيم مش هقدر عمل مينيم على مزورة لوحدها. واخد بالك. فانا حابقى محدود هنا بان انا اقدر استعمل الحاجات اللي انا اه اقدر استعملها هنا. فممكن تبقى ممكن تبقى كويفر. وكروتشت. ممكن تبقى كروتشت. وموجود معاها راحة. من الراحات اللي احنا بنعملها كأنها الراحة اللي فيها آآ تمن. العدة بتاعها تمن. فكل المزورة ديت تلاتة من النوع تمانية اللي هو الكويفر. خلاص كده. فاحنا دلوقتي هنعمل عدد من الموازير. طب خلي بالك شوف الخط اللي فوق اللي انا عامله ده. هيبقى تحته. الخط اللي تحته وتحته. الخط اللي تحته وتحته. الخط اللي تحته. حاول دايما كتابتك الموسيقية تبقى متناسقة كده. مفتاح السول. تحت مفتاح السول. الميزان تحت الميزان. واخد بالك. ليه? لانها هتسهل على الرجل المايسترو اللي بيقرأ او الرجل اللي بيقرأ المقطوعات عشان يعزفها. العازف يعني. يسهل يسهله ان هو يقرأ المقطوعة بالمنظر ده. طب لو انا هعمل اقاع تاني مسلا. الاقاع ده تلاتة من اربعة. تلاتة من اربعة فالس يعني. هو عامل زي تلاتة من تمانية ده بس تلاتة من تانية ده اسرع. تتتتتتتتتت. فانا هعمل مفتاح السول بتاعي. نقطة على زول عصاية من تحت. اوكي. تلاتة من اربعة. تلاتة عداد. من النوع اربعة. من النوع اربعة اللي هو بتاعنا. او اللي هو ربع اللي هو الربع. طيب ادي الموزين بتاعتها هي تحت بعضيها. غشية المزورة اللي فوق بالضبط وحطيت المزورة اللي تحت زيها. تمام كده? تلاتة من اربعة يعني تلات عداد من النوع نمرأ اربعة في المزورة. طيب النوع نمرأ اربعة اللي هو ايه? اللي هو ده? كورت النوت او كروتشت. حلو كده? فممكن تبقى هاف نوت اللي هي المينيم اللي هي عدتها اتنين وواحدة تالتة صح كده? وممكن تبقى اتنين من ابو تمانية تمنين اخي بالك ودي واحد اتنين تلاتة ما هو تمنين يعني ربع ادول لوحدهم ربع ودي واحد اتنين تلاتة افنات تلاتة اربع طيب هل ينفع يكون هول نوت? لا الهول نوت او النوتة الكاملة اربعة تربع واحنا عايزين تلات تربع بس في المزورة الواحدة فدي مش هتنفع تتكتب لوحدها في مزورة لوحدها واخد بالك ممكن تنفع ممكن تنفع المينيم دي هتعددها اتنين وحط جنبها نقطة تبقى تلاتة تملل مزورة بتلاتة يبقى المينيم اي حاجة بتتحط جنبها نقطة تبقى مرة ونص تعد العد بتاعها مرة ونص فدي مينيم عدها اتنين يبقى حط جنبها النقطة تبقى تلاتة فتمللنا المزورة كل الموازير كده موزونة دي فيها تلاتة ودي فيها تلاتة لا دي مفعاش تلاتة خالص ده احنا بوزن الدنيا ده احنا حطينا واحدة زيادة هنا بلازم نشيل واحدة منهم يبقى كده دي فيها تلاتة ودي فيها تلاتة خلاص كده خلي بالك احنا كلنا بنغلط لازم تعمل الحسابات بتاعتك دي مين قال بقى ان الموسيقى مفعاش حساب ده ده الموضوع الموسيقي اساسا كله هندسة وحساب فانت اتعود بقى من دلوقتي على الحسابات ديت وحاول تكتب الخطوط فوق بعضيها والنقط فوق بعضيها والحاجات دي فوق بعضيها وتوزن المزورة اللي لها زمن اكبر بتاخد وقت اطول واخر واحدة بتبقى على اخر عدة لان انت محتاج تشوف كل ده منصك عشان تقدر تعمل الحسابات بتاعتك وتشوف غلطاتك فين خلي بالك احنا مستعملناش غير مسافة واحدة هنا اللي هي دي دو احنا استعملنا دو بس واخد بالك تخيل بقى انك انت بتقرأ بقيت النوات على المدرجات كمان وتحسب الحسابات ده مسافتها تالتة ده مسافتها ربعة دي ترحق فين دي جاية منين فانت محتاج كل التنسيق ده عشان تقدر تشوف بسهولة فده كده حسم لنا الارقام اللي بتبقى في اول الموازير كل الارقام اللي بتبقى في اول الموازير زي ما احنا هنشوف كده في مقطوعات كتيرة تلتة من اربعة ستة من تمانية خمس ساعات بتبقى اوقات كمان بتبقى اوقات غير تقليدية خمسة على اربعة مسلا خمسة على اربعة بيستعمل في الجاز واخد بالك خمسة على تمانية حاجات اه ارقام طبعا لازت واعي بها جدا وتقدر تتمرن على كل مقاس للمزورة الارقام اللي تكتب بعد المفتاح بتاع الموسيقى المدرجة الموسيقى بتحسم لك كام عدة في البوكسات او في الموازير اللي احنا كتبناها وقسمنا اللحن عليها. وهشوفكم الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة